فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وهكذا العرب والعجم فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقادوا أن جنس العرب أفضل من جنس العجم عبرانيهم وسريانيهم روميهم وفرسيهم وغيرهم نعم وأن قريشا القاعدة أن العرب أفضل من جنس العجم العرب لأن الله فضلهم بأشياء أولا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم منه من بني إسماعي ثانيا أن الله أنزل القرآن بلغتهم ثالثا أن الله جبلهم على صفات كريمة لا توجد في غيرهم من إكرام الجار وإكرام الضيف وبذل المعروف حسن الجوار وغير ذلك فلا شك أن جنس العرب أفضل من جنس العجم وإن كان قد يكون في جنس من أفراد العجم من هو خير من أفراد العرب هذه قاعدة معروفة ومضطردة فلا يفتخر بالعرب مطلقا ولا يذم العجم مطلقا وإنما لا بد من التفصيل ترجمة نانسي قنقر